مرحبا برج العقرب أهلاً فيكم والرسالة العامة المختصر قراءتكم الطاقة قاعدتين اليوم أن أنت ما تقدر تختار بدل شريكك لأن شريكك يرفض الاختيار شريكك يرفض أن يحط حدود بينه لعلاقتكم وبينهني الطرف الثالث مصر أن يرضي جميع الأطراف مصر أن يعيش في حالة مساومة ولكن وضعك اللي قاعد أحسه الوضع ما يتحمل مساومة ما يتحمل أني أرضي شريكي وفي نفس الوقت أرضي الطرف الثالث اللي ممكن هو يكون أحد من الأصدقاء من الأهل والد والدة أخ أخت حتى صديق صديقة أي أحد يكون هنا موجود في محيطكم إذا بتلاحظ عندنا غير عن طاقة التارو عندنا ثلاث كرتات كل كرت حق كل طرف من الطاقة الحيوانية لاحظ عندنا هني شريكك طلع عنده حيوان أسطوري سي سيربنت أوكي أفعى البحر هذا الحيوان الأسطوري الكبير وموجود على أرض الواقع ولكن موجود في الفلك عندنا هني شريكك سوري الطرف الثالث عنده الأفعى مقاربة جدا لصورة السي سيربنت الأفعى حتى طريقة الإنغلاق طريقة يأتون من نفس الأسرة يأتون من نفس البيئة شريكك وهذا الشخص من نفس البيئة من نفس البيت من نفس الأسرة وجهين لعملة واحدة على نفس متفقين على نفس الأسس صعب جدا أن تخلق بينهم اختلاف ويد متفقين هذلين الشخصين الطاقة العامة هني لكرتك أو لقراءتك عقلية الضحية خصوصا هني طلع عندك كذا كرت في خمسة فهذا طاقة الافتقار طاقة اللي ما عندي ساعدني هذه طاقة الطرف الثالث ما عندي ساعدني أنا ضعيف أنا أحتاج اهتمام أنا أحتاج تحل مشاكلي أنا أحتاج تساعدني ماديا أحتاجك تكون موجود في حياتي طاقة الحاجة إيه هي اللي قاعدة تجر شريكك إيه هي اللي قاعدة تحفز شريكك إنه يكون دائما أخوة الحامي والمحامي عن الطرف الثالث من ناحية طاقة الحيوان شريكك أقوى من الطرف الثالث يقدر يصنع القرار يقدر إن الموضوع يحله يقدر إنه يطلعكم من الخلاف ولكن عنده قناعة ليش أنه عندكم إحني شخص وإن كان الطاقة صغيرة بيج وإن كان ما شا أقول لك هاي النوعية من الأشخاص اللي إحنا نشوفهم من بعيد لو كان جسدياً بيكون مثلاً حجم صغير صوته صوته ناعم أو صوتها ناعم حتى نشوفهم من بعيد نقول هذين أطفال ما يمثلون تهديد ولكن فعلاً أهم مسترز مبدعين في طاقة التخفي والتلاعب عن طريق إنه يساوون نفسهم هما ما يمثلون تهديد هني يتلاعبون عن طريق ساوون نفسهم إنهما محتاجين وطاحين في ورطة هني يتلاعبون الصوت ما لهم خفيف الصوت الادعاء صوت الحاجة هني قاعد يهيني صوت الحاجة اللي يستعملون يخلي هني شريكك خصوصاً لو كان عندنا طاقة الأبراج الهوائية وطاقة برج الحمل جداً واضحة عندنا طاقة أبراج نارية أسد حمل قوس عندنا الأبراج الهوائية جوزاء دلو ميزان أنا أستبعد الأبراج الهوائية أنه بالعادة هم قادرين يحكمون عقلهم وعواطفهم بعيدة عنهم لما نتعامل مع الأبراج النارية أهم اللي عندهم صعوبة أن يقاومون لما أحد يطلب منهم المساعدة هذه طبيعة الأبراج النارية طبيعة الأفعال المساعدة أنه نحن نهب إلى المساعدة الشجاعة عندنا الأسد كرت القوة أوكي هذا اللي لازم تفهمه رح أنتقل الحين إلى جانبك أنت من القصة عندك الأخطبوط الأخطبوط هنا كأنما أحس طاقة الأعمى الأعمى يمكن على على كثر الإبداع اللي عندك نشوف هنا رأس الأخطبوط مليء بالألوان على كثر الإبداع اللي عندك والحيل اللي رح تبتكرها وتجربها والأدوية من أجل أن تتخلص من هذا الشخص هذا الشخص ما ينفع يكون موجود حتى لو بشكل سطحي في حياتكم أنت عارف هالشي أنت عارف أحسي هنا برج العقرب قاعد بينه وبين نفسه ويكون هذا الشخص يجب التخلص منه حتى لو كان موجوده بشكل خفيف ما يصلح أنصاف الحلول ما تصلح ولكن كثرت أيدي الأخطبوط تعنيلي مع أنك يا برج العقرب ماستر أو الفيكس سايند للأبراج المائية جدا ذكي أذكاهم وأكثرهم قدرة على حل المشاكل ولكن سبحان الله هاي المشكلة اللي لحد الآن ما طلع لها حل هاي المشكلة هذا الشيء هذا الشخص اللي على مر الزمان أنا شوفهني طاريخ طويل حاولت أتخلص منه ولكن دائما يوجد طريقة جديدة يدخل فيها حياة الشريك شوف ذكي جدا وخبيث وإن كان يمثل أنه هو ضعيف وقليل الحلة يدخل حياتك وهو غرضة مو دخول حياة الشريك حتى غرضة أن يأثر عليك سلبا عندك أنه ما طاقة العداء أو يبينتقم منك يبينتقم منك يبينتقم منك يقدر يتمكن منك عن طريق أن يتمكن من شريكك يعرف أن هذا الشيء يستفزك يعرف أن هذا الشيء يأثر عليك ولكن ما عندنية للتنازل جربت وراح تظل تجرب أكثر من طريقة عندك خمسة الخماسيات ثلاثة الأكواب ملك الأخصان أو ملك النار مرة ثانية هذه طاقة الأبراج النارية اللي قاعد أشوفها هنا يبرج العقرب أن هذا شخص أنت في السابق كنت تعتبره صديق في السابق كنت تسمح لأن يكون موجود حولك وحول الشريك دائما في التارو تأخذون القراءة وتغيرونها باللي ناسب وضعكم مع الشريك بعثكم لحد الآن ما مروا بها المرحلة بعثكم الحين قاعدين يمرون فيها بعثكم في المستقبل رح يمر فيها صيروا أذكياء بحيث أن تنقلون أو تشكلون في القراءة نفسها على حسب وضعكم أوكي في ناس ممكن تشوفون القراءة يقولون أنا مريت بها الشي من ستة شهور من سنة فهني اللي قاعد أشوف أن هذا شخص مو غريب عليك مو يطرق الباب أول مرة لا شخص عزمته عندي كان فيه احتكاك اجتماعي قوي بينكم في السابق بينك وبين الشريك ومع أسره ومع أصدقاء مجتمعين وكنت شخص تعطيه الأمن والأمان وثقت فيه ما كنت معتبرة تهديد بقولك ليش لأنه سهل لما إحنا نتمكن في مرحلة من المراحل أو حتى يمكن في المستقبل رح يكون عندك جدا سيطرة قوية على الوضع على الشريك رح يتيك فترة ومسيطرة وسيطرة تامة فهني رح يصير عندك نوع من ما بقولك غرور من تحس بالأمان إن هذا الشخص مو تهديد أقف فترة بسيطة تريد تكتشف إنه لا أهو فعلا تهديد يمثل تهديد للعلاقة يمثل تهديد مو بس العلاقة لاستقرارك مع شريكك خمسة الخماسيات دائما اللعبة الأغنية العزوفة اللي يقدمها هذا الشخص هذا الإنسان الغير ناضج أحس ويد عند طاقة عدم نطر دائما أنا محتاج أنا ساعدوني أنا ما أعرف شلون الإجراءات ما عندي أموال خمسة الخماسيات طاقة المحتاجة والمشرد ما عندي أموال عندي مصاعب في الدراسة يمكن يكون أنا أتكلم هنا مع شخص من برج العقرب أحد من أهل الشركة قاعد يسوي هذه اللعبة أحد من أبناءه قاعد يسوي هذه اللعبة أحد من يمكن أبناء من زواج سابق أوكي في طاقتي هنا الحاجة ويوم من الأيام أنت يمكن حتى فكرت إنه فعلا إنسان محتاج فسمحت لشركك إنه يساعده ولكن ما راح يطول الموضوع قبل ما تكتشف إنه لأ ما هي إلا نفس الإغنية نفس الإعزوفة عشان يتمكن لأنه عندك هنا بقولك بدخل في طاقة شركك السي سيربان عندك شخص أنت تعامل مع شخص ما يحب يرد طلب لأحد كريم خصوصا في العطاء خصوصا في الوقفة خصوصا في المساعدات الإنسانية عندنا كرت الإمبراطور أوكي برج الحمل خصوصا في المساعدات الإنسانية ما يحب إنه يشوف شخص محتاج وما يساعده من أهم الخطوط الحمره عنده في حياته إنه تشوف شخص محتاج وما يساعده قلبه جدا يمكن أهو خارجيا جاف ولكن قلبه جدا طيب ثلاثة السيوف والسيفين هنا عندنا طاقة الإبراج الهوائية شركك في الفترة القادمة رح يكون بين نارين نار علاقتك والمستقبل اللي يجمعك معه ونار محاولة إرضاء مساعدة الطرف الثالث هي تبتدي محاولة مساعدة تنتهي يصير في لاتشينج التصاق هذا خلاص يلصق نفسه بشريكك ويبتدي يتعود ويعودع أنه دائما يتصل فيه دائما يسأل عنه دائما يكون موجود في حياته خلاص طفيلي أكثر طاقة في كل القراءات العلاقات الثرافية لحد الآن أكثر شخص كرهته أكثر طاقة ما عجبتني هي طاقة هذا الطرف الثالث اللي طلع عندكم أنتوا في القراءة أوكي لأن نتخيل شنو مستوى الحية ومستوى السي سيربنت السي سيربنت اللي هو تقريبا حجم مثل الدناصور ولكن يكون عبارة عن ثعبان وفي البحر حيوان أسطوري الحجم ما يقارن أصغر مننا سنا هذا الشخص إذا ما كنت تعرفه فهو شخص أصغر سنا من شريكك تخيل مستوى البيج الغصن الصغير إلى مستوى الإمبراطور يعني حتى مملك إمبراطور أصغر مننا سنا من أخواني الصغار دائما يسوي نفس أنه هو محتاج إلى مساعدته أقل من خبره عند أطفال عند حاجات وقف معي ساعدني يا شريك برج العقرب وبرج العقرب يحسي هناك عندك نوع من الاستياء مضطر أنك أنك تراقب من بعيد وفي أشياء بما أنه عندنا هني الغشاوة في طاقة السفن في أشياء شريكك يعرف أن المفروض ما يسويها ولكن قاعد يسويها مع هذا الشخص قاعد يساعده قاعد يعطيه وقت قاعد يعطيه مساحة وفي نفس الوقت ما قاعد يخبرك كل الحقيقة يخبرك جزء من الحقيقة فقط عنده الطرف الثالث برج الأسد ولكن ما حسنا أنه منبرج الأسد يمكن وإذا كان منبرج الأسد رح يكون من الأشخاص اللي ما لهم جدا واطي إنسان ما عنده تقدير لذاته لأن أي شخص عنده تقدير لذاته ما راح يسوي هاي النوع من التصرفات يمد يده شوف عندي مشكلة معاه لأنه مو بس يمد يده في وقت الحاجة يعتبر نفسه أكبر فترة أنه لأ حقية على حياتك وحياة شريكك دائما ما واضح في إبداء رأيه رأيه أوكي خمسة السيوف خمسة مقابل خمسة في نفس الموقع تقريبا عندك وعند الطرف الثالث عندك وعند الخصم وشريكك هني إذا بتشوف طلع على السيفين محتار بينك وبينه أحسنا في الفترة القادمة ما راح يكون في حل أوكي ما راح يكون في تطور كبير لأن شريكك هو اللي مختار هذي طاقته مو اختياري طاقته إنه يكون في النص يرضيك ويرضي ساعة عندك وساعة عنده ساعة يتقرب منك وبعدين رجي يبتعد عنك وروح للطرف الثالث ممكن يكون حتى أخ مثلا مو شرط يعني خيانة لا ممكن يكون أخ أخت أوكي أحد من الأهل بس بقولك شي على كثر ما إنه شريكك هني عنده حيوان قوي ولكن عاطفيا ضعيف عشان تذيقهم مجتمعين مع بعض عاطفيا ضعيف ما يقدر إنه يكون ناضج بما فيه الكفاية عشان يفهم لما يكون في أحد يستوعب إنه في أحد قاعد يستغل العلاقة ويستغل طاقة أنا محتاج عشان ساعدوني لأنه أول ما الطرف الثالث أول ما يستقوي رح يفرض عضلاته عليك وعليه أول ضربة هاي طاقة لي قاعدة تهيني أول ضربة رح تكون في راسك يمكن هذا الشيء أورادي صار والحين جزء من الماضي يمكن بيك قريبا أول ضربة أول كلام سيء أول معاير أول احتقار رح يكون تجاهك أنت صدام مباشر بينك وبينك ولكن بعدين خصوصا إذا خليتهم على راحتهم وبتعت عنهم بتشوف إنه هذا رح يفتر على هذا هذا رح يبتدي حاول ياكل هذا هذا رح يبتدي ينسى أفضال شريكك عليه ويحاول إنه في لحظة شدي لحظة طائشة لأن هذا شخص طاقة طائشة في لحظة طائشة رح يتشوف إنه ينسى كل أفضال وتضحيات حتى ضحب علاقتكم الشريك أو رح يضحي رح ينسى أفضال عليه أوكي ويتصرف على كيفه وهنه يصير صدام ينصدم شريكك لأنه عنده ثلاثة السيوف ينكسر قلبه يصدمه بقرار بتصرف جدا كبير الاحتقار في البداية رح يكون موجه لك أنت فقط عشان يبعدكم عشان أول مرحلة هي مرحلة تفرق تسد ثاني مرحلة مرحلة أعضل يد اللي أكلتني من هي يد؟ يد شريكك هني عندنا شنو اللي تقدر تسوي صراحة يا برج العقرب ما عندك الكثير من الخيارات في الفترة القادمة خصوصا لما يكون شريكك مقرر إنه يظل في هذه الدوامة وفي هاي اللعبة في هاي الدائرة ما عندني إنه يخرج يمكن رح يبتدي يخرج لما تيها الضربة اللي قاعد أحسن من الطاقة إن هاي النوع من الضربات ما تقدر تجنب شريكك هذا الموقف لأنه هو مختار إنه يساعده أو مختار إنه يخلي الباب يعطي الأمان وخلي الباب مفتوح أمان أمامه أمام هذا الطرف الطرف الثالث آخر نقطة بذكرها عنه عنده كارت القوة برج الأسد بالنسبة له هذا الموضوع ليس سباق ماراثون دائما نقول هاي الشي نفسه جدا طويل نفسه جدا طويل وما يستحي حتى لو كلمته حتى لو واجهته حتى لو تصادمت معه خمسة مقابل خمسة حتى لو وقفت أشخاص وحكمتهم وخليتهم يقررون من الصح ومن الغلط احنا نقول ما رح يختشي ما رح يختشي أنا عنده كارت المقاومة القصوة برج الأسد الماراثون نفسه جدا رح يكون طويل حتى لو تعب اختفى أسبوعين رح يرد يرجع ويرجع أقوى من السابق شفتوحني شلون الأفعة تعظ فيلها شلون الأفعة قاعدة تعظ فيلها انقضاض تام انقضاض تام على الفريسة عدم ما عنده يظهر أي نية بالانسحاب أو بالتراجع ما تقدر تسوي شيء في الفترة القادمة إلا أنك تأمل للأفضل تحاول توعي شريكك بأسلوب هادئ لأن هذا طائش فأنت تكون هادئ في النهاية تستوعب أن كل شخص قرار بيضة إذا هذا الشخص شريكك قرر أن يفتح للمجال إلا ما تأتيه نوع من الضربة أو الصفعة تقدر تحمي نفسك أنت من الصفعة وإن كانت أتتك صفعات في السابق إيه بس ما تقدر تحمي شريكك بشكل مباشر عديد برج العقرة